المتتبعي قناة الفاس بريس مرحبا بكم في لقاء جديد ضمن برنامج كازا سيتي اليوم سنناقش المعارضة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء المعارضة في التجربة السابقة كانت معارضة أشد شراسة وأشد قصوة من المعارضة الحالية التي أرغمت على أن تكون هكذا بسبب الاكتساح على العدالة والتنمية لجل مقاعد مجلس المدينة الدار البيضاء من أجل مناقشة دور المعارضة في هذا المجلس الحالي نستضيف واحد من الأصوات المعارضة داخل المجلس الأمر يتعلق بسي كريم القليبي عضو مجلس مدينة الدار البيضاء عن فريق الأسارة والمعاصرات سي كريم مرحبا ربيت مرحبا شكرا الموقع أنفاس على هذه الاستضافة نتمنى من الله عز وجل أن نكون إن شاء الله واضحين في تحديد مجموعة من الرؤى الخاصة بالتدبير تلك الشئ المحلي داخل مدينة الدار البيضاء ومن منظور المعارضة والمعارضة البناء التي تبنيناها كمنتخابين وكأهداء داخل مجلس مدينة الدار البيضاء سي كريم أي عضو في أي مجلس منتخب تتمنى أن يكون في أول جربة لها يكون ضمن الفرق الأغلبية لن يسير مقاشرة صفة ضمن المعارضة أنت جتي في تجربة هذا أو تجربة جماعية بالنسبة لك لقيت راتك في فريق تنتمي إلى المعارضة أهدرنينا على التجربة الأولية إذن بالفعل أول حاجة هو أننا بالعكس أنت منظور دينا تتكون في المعارضة تتكون يعني تتدبر من أول المرحلة تتكون شوية صعبة بالعكس تحتاج منك أن نشطك الحضور اليومي ودك التتبع اليومي ودك الليجان التي تتعتبر هي مجموعة من تكوين يعني هو عبارة عن تكوين في مستوى رائع ورائع جدا بالعكس تتولي ملم بخبايا وبملفات ديال تدبير المحلي بالعكس تتكون عندك تجربة رائعة عكس أنك تدخل مباشرة وأنك تتبر مباشرة تتكون غياب مجموعة من المعطيات في حين أنها بعد واحد تجربة تتكون أولى والحضور الدائم والطلاع على جميع القضايا التي تتخص المدينة الضربية بالعكس أنا تعتبر هذه التجربة كانت تجربة بالنسبة لي تجربة رائعة و تجربة ناجحة لأنها أولا مكنتني من أنني نتكون في هذا المجال ديال تدبير المحلي تكوين مباشر من خلال يعني نقاشات ومن خلال الدورات وداخل الليجان والطلاع على جميع القضايا الصغيرة منها أو الكبيرة منها أنا تنظر كذلك رجع المعنى أن المعارضة ليست بمعارضة يعني ضعيفة بلاكس هي معارضة كانت قوية معارضة بناءة معارضة تبنت أولا أنها تكون موضوعاتية أنها تكون موحدة للمركز أنها ليست ندروا العصافة رواية كما تكون للمغربة بلاكس نحن كنا من خلال جميع الليجان وخلال الدورات كنا قطارحوا وكنا قوة اقتراحية داخل المجلس لكن هنا كما يقول أن كنتم معارضة مهادينة يعني تتصوتوا على أغلبية النقاط المدرشة في جدول الأعمال وفي الآن حوالي يعني تتم خاضية المتيناء بلاكس أي متتبع ديال ما يدور داخل مدينة الدربية ترحى أننا كنانا بلاكس أننا كنا معارضة يعني في محلها نحن تهد مصطلح المعارضة ما تنبغوش القلوب بش ما تسميش أنه هو مصطلح متيناع أو معارضة وهذا هو كتر كان هو كنا الهدف ديالنا هو هدف تعاوني هدف هو أنا نرقي بالمستوى ديال النقاش و ديال التتبع ديال الملفات بلاكس كنا كنا تنسوتوا و كنا صريحين في هذه المسألة أننا تنسوتوا على ما هو اللي في مصلحة البيضاويين و البيضاويات كنا تنسوتوا عليه مع الإخوان ولكن الحالة التي تلقوا أنها تعارض أو هذا كنا تنسوتوا إما بالمتناع أو أننا تنسوتوا و كنا وراء كل صويت تنجلوا السبب وراء هذا الصويت على صوتنا بآه على صوتنا بالله على صوتنا بالمتناع إلا كنت تعودوا في مجلس مدينة الدمينة المعارضة يعني تحرص على الحضور دورة المجلس كنا مجموعة من أعضاء تعمل معارضة لما لاحظنا أنهم لا يوجد مشكلة أصلا مع مجلس مدينة الدورة و أسمع بارزة لهم لأسف كنت تطرقت لهذه المسألة خلال الدورات و قطلبت من سيد العمدة أنه لا بد من توقف هذا النزيف من الغيابات و ليس فقط في المعارضة المشكلة في الأغلبية في الناس يصيروا و يدبروا الناس الذين لديهم إمكانيات نواب رئيس المجلس يعني نواب العمدة الذين يأخذوا تعويضات سمينة و يأخذوا امتيازات كبيرة و كبيرة جدا و يتغيبونها على جميع الليجين و جميع الضوارات و عندهم قضايا قضايا يعني مهمة يعني مهمة البيضوين و البيضويات لكن للأسف الغياب ديالهم مجموعة من متنسمون بين قوسين كبار المنتخبين لتهم ممنى أول دورة ديال تصويت على الرئيس مبانوش ليومينا الحالي نحن ندلنا واحد الملتماس أن السيد العمدة أولين يطبق القانون لأن نتيجه القانون 113-114 أنه بعد ثلاثة دورات ديال تغييب يعني كان مسترة ديال إقالة و كذلك خمس دورات بطريقة متفرقة بطريقة متفرقة للأسف السيد الرئيس ما هو السبب وراء هذه المسألة ولكن بعد المقاطعات التي فيها بعض المسؤولين التي غاضروا التراب الوطني لمدة أربع سنوات أو خمسة سنوات يقتنون خارج المغرب و يتلقون تعويضات شهرية تعويضات مهمة و شهرية و هما يعني تعيشون في فرنسا تعيشون في مجموعة من الدول و هذا للأسف هذا تنسموه هو تبدير للمال العام و أن هذه الناس لهذا و طلبنا على مستوى البرلمان طلبنا من السادة البرلمانيين اللي عمانا في المجلس و ما عدد كتير سواء من الهيئة التي تنتمي لها أو الهيئات السياسية الأخرى أننا مدينة صدر بيضاء قوية جدا داخل البرلمان الوطني طلبنا أن يدار واحد المسألة المصدرة أن هات المنتخبين لي و لو يتغيبوا على واحد الدورات أن تكون واحد المسترد يمنعه من الترشح في انتخابات المقبلة أبسط الأشياء هو الإنسان يحضر دوارة المجلس على الأقل أنه يحضر و أنه يتغيبوا لأنه يمثل شريحات و يمثل الفئة معينة من الساكنة مجموعة من المقاطعة داخل مدينة ضربة و عار أننا لا نجيش على الأقل أن نترافع على القضايا بالنسبة لكم كم معارضة كانت التحدي الصوري كانت الحزب الاستقلال كانت الحزب الأصارة و المعاصرة كيف كانت تمساق بيناتكم أو كل ما يدافع على العرام أولاً الأفرازات من انتخابات الأربعاء في 2015 أفرازت بين عوثين خمسة فرق كبيرة إذا استطنينا البي بأس كانت فعلت بثلاث أعداء والحركة الشعبية بعضوين و تحت الشراكي بعضوين فكلهم كانوا في الأغلبية فالأغلبية كانت مكوناة من حزب العدلة و التنمية اللي يجبوا يعني كانت عندهم أغلبية مريحة مع التحالف ديالهم مع التجمع الوطني الأحرار يعني كذلك التحاد الدستوري في حين بعد هذا الانخيرات وهذا الفيزيون هذا الانصهار ما بين التحاد الدستوري على مستوى البرلمان أنه للتجمع الدستوري تبنوا الإخوان في تحاد الدستوري تبنوا كذلك هذا يعني الدعم ديال الأغلبية فهكننا نحن في المعارضة حزبين فحط هو الاستقلال حزب الاستقلال ولكن نظرة لأن قلة عدد يعني الأعضاء تؤثر من المعارضة رغم أن هناك مجموعة من الإخوان داخل حزب الاستقلال التي أبانوا عن مستوى كبير جدا في إطار أنهم تتبعهم لهذه المسألة وأنهم كانوا هذا الأخ حسين نصر الله مجموعة من الإخوان التي كانوا تبارك الله هذا ثم كانت الأصل والمعاصرة يعني لنرى أن نرى القوغير الأصل والمعاصرة والاستقلال هم في عقل كانوا تديروا المعارضة المعارضة بالمفهوم الصحيح الأصل والمعاصرة فيها 16 عضو والاستقلال إذا كنت تنسيح بيناتكم كما كان الحزبين بالفعل يعني الوقت اللي كتأنا رئيس فريق وما تتقلسوا بعدياتكم أه حنا تنسيح مع بعدياتنا وكنا كانوا تنسيح يعني تنسيح من خلال المجموعة من النوعات إذن كان هناك تنسيح لأن الحضور اليومي والتواجد الدائم داخل هذا يخلق دائما في تواصل مع الإخوان دي والحزب الاستقلال وكنا تنعشون القضايا قبل أن تدخلوا الدورات وهل تصويت دينا وهل تصويت دينا وهل تصويت دينا وهل تصويت دينا وبعض النقاط كانت مشتركة تبنوها مجموعين وبعض النقطات يشوفوا الإخوان بالمنظور ديالهم وعندهم تبريلات ديالهم الحقيقية والمؤولادة تعيصوتهم بعض المرات مغيرين لنا ولكن كانت معارضة يعني معارضة بالناء بالعكس ما ما وقع في الولايات السابقة وأن كان بلوكاج داخل بالعكس كنا إخوان يعني الإخوان يعني الإمكانيات التي تعطعت لهذه المجلس يعني يعني في تاريخ مدينة الدربدة في تاريخ تسيير ديالجماعة الدربدة ما كانت يعني توفرت مجموعة من الشرط لتخلي أن هذا ولكن للأسف هذا هو سؤال رأيك في الحصيلة ديالة المجلس وحنا على أبواب الانتخابات هذه السنة الانتخابية الأخيرة هذه السنة الانتخابية الأخيرة للأسف 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 يعني أولا هذا المجلس كان محضوضا جدا يعني يعني أكثر المجالس يعني حضوضا يعني هو هذه الولايات الحالية أولا توفرت الإخوان أغلبية مريحة يعني عندهم إمكانية دون أن أخذ بعيد الاعتبار أن كان معهم حزب التجمهورات حالة يكون معهم الاتلاف من الأحزاب المسهيرة لمدينة الدربدة هناك هناك إرادة ملكية كبيرة جدا تعطيتهم يعني كثير من 90% من الاعتمادات هذه المشاريع كاملة من المدينة الدربدة فتمويلها تمويل حكومي تمويل من الدولة كي توفر لك 3460 مليار سنتيم هذه لم تكن في تاريخ مدينة الدربدة ولم تكن أنها تكون مستقبلا يعني هذا الوقت الذي كانت فيها يعني هذه الإمكانيات التي تعطت الإخوان الذين تدبروا مدينة الدربدة هذه الإمكانيات التي تعطتهم لهم الممكن أن وأن مدينة الدربدة أعلى المراتب على الصعيد العالمي وما الذي حدث؟ دائما حينما يعني خلال خلال الخطاب الملكي الشهير 2013 أشار صاحب الجلال عنصر الله إلى أن هناك غياب الحكامة داخل مدينة الدربدة فربما هذا هو المشكل الأساسي داخل مدينة الدربدة إخوانوا ربما تدبروا بطريقة مباشرة لأول مرة هناك مجموعة من النوع كانوا تدبروا مع السيسان كانوا تدبروا وكانوا يمش بها الطريقة دابا هم في الواجهة دابا هم في الواجهة تسير دابا مباشر كان تخصوه نحن عمنا حتيرا ما تنسي العمداء رجل طيب إلى آخره ولكن من تنجو نشوف من شأن تدبيري شأن تسيري هناك يعني يعني مبرمجة فيما يؤثر في برنامج جماعة الدربدة هي 187 مشروح هذا في برنامج فقط 33 مشروح فقط 33 مشروح وما من التي نحققها بالنسبة 100% فقط 33 ولكننا نشوفها تها 33 غلقوا فيها مجموعة من المشاريع يعني غير مدينة الدربدة تبناتهم أرغم أنهم أخدام عليهم هذا بحل أن مجموعة من المشاريع للمشاريع كل شيء مجموعة من المشاريع لجباعة الدربدة الاعتمادها صفر يعني فقط لأن تموقع ذلك المشروع على تراب جماعة الدربدة دخلناها تهو كذلك دخلناه في إطار لا نقول لش نحن تمويه هذا لأن هذه 33 مشروع ألقوا فيها اللي رجعنا لهم ألقوا أن المشاريع التي أنجزت يعني قليلة وقليلة جدا إذا أنت بالنسبة لك بصفت على المعارضة غير راضي على أداء تعليم مشي أنا غير راضي أي بيضاوي أما تلقاش راضي على ما أنجز في مدينة الدربدة والبيضاويين والكذاويين ما عارفين الحجم المبالغ الكبيرة جدا التي اعتمدت والإرادة الملكية قلنا ثم قلنا أغلبية مريحة يعني تصوتوا على البرامج اللي بغيتوا ديلكم بكل أريحية عندكم إرادة قوية عندكم الخيرات ديال الدولة ديال الدولة في جميع المشاريع تدك عشرة في المئة رجلتوها غير من القرد الدولي ديال البنك الدولي يعني كنتو يعني توفرت لكم الإمكانيات كبيرة جدا كينا إرادة ملكية كينا انخيرات مجموعة من الوزارات انخيرات مباشرة تفي إعداد اتفاقيات تفي إعداد الشراكات هذوك الاتفاقيات والشراكات مصوبهم ليس الأطر ديال الجماعة مع احترامة مجموعة من الأطر في المستوى داخل جماعة الدربيدة ولكن مثلا نشوفوا أن حاصلة ديال مدينة الدربيدة أرجات هذه الأمطار القليلة أبانت عن هشاشة عن الوضع ديال البنية التحتية الحقيقية ديال مدينة الدربيدة لكن اقترحوا ولمشاهم مفادت مسلسلت على شركات تنمية محلية بالنسبة لك نتوى هذه الخطة ناجحة أم لا تتعطر في الفشل كما نقول طبع تدبير ديال الجماعة يكون على طريق ثلاث حسب القانون تنظيمي 113-11 يعطيك ثلاث أنماط ديال التدبير كين تدبير المباشر هو ديال الجماعة هو ديال الجماعة تدبر مباشرة كين تدبير عن طريق يعني تفويد كاليدي تدبير مفوض ثم هناك تدبير عن طريق شركات التنمية المحلية هذا النمط هو نمط ناجح ولكن للأسف ما تكون عندك طريقة لأن تنظيف هذه الشركات التنمية المحلية لا تصل منتخبين ولا بالتقارير من الاجتماعات من المجالس الإدارية منتخبين إذا لا تكون لديك المراقبة في المستوى لا تكون لديك التتبع في المستوى سنرى مواقعة في ملعب محمد الخامس 22 مليار ديال السنتيم هذه 22 مليار ديال السنتيم هناك التتبع هناك مجموعة من الاختصاصات لا تنعرفوا ما هي السيد الوالي ولا الشركة التنمية المحلية ولا الجماعة ولا هناك مجموعة من المشاكل التي ساهمت في فشل تدبير مدينة سدر بيضاء المشكلة الكبيرة أن بعدما أبنت على فشل دارية فيدوية مجموعة من المشاريع المتعطيرة ستكون سالة في 2019 2020 المشاريع ستكون سالة في 2018 مثلا أخذنا حديقة الحيوانات عين السبع إذا تتكلمنا على المصلح الكبير يجب أن يكون مفتوح إذن المشاريع أصلا دخلت في إطار برنامج البرنامج الذي توقع أمام صاحب الجلال يجب أن يكون في 2020 سائلة جميع الأورش التي كانت مفتوحة يجب أن تنجفوا تلقى الضربية لا زالت أورش مفتوحة ترى التنقل البيضاويين يعانيوا يوميا لأن مجموعة من المشاريع تعثرت وكانت لابد أن تكون جاهزة قبل ما تم 2020 مثل الخطة 3-4 تتكلمنا على النجوم في 2021 يكون أوبراسيونال يعني إجراءات القانونية والمسطرية التي تكون باقي المشروع لم يكن نهائيا كما نقول الكارتة البيئية التي ينفع محمدي كما تتكلمون على سوق الدواجين وهي كارتة بيئية قنبلة بيئية بما تحملوا الكلمة من المعنى يوميا نتكلمون على إعادة ترحيل هذا سوق الدواجين فشلنا فشل دارعا كمجلس فشل فشل دارعا في تحويل أصعاب عليه أنه يحول سوق الدواجين سوق الدواجين في غياب الحوار مع المهنيين لأنه أنتم لا تعرفون أنتم لا تعرفون مع المهنيين داخل حي محمد يقولون لا تعرفون يعني الإشراك المهنيين لم يكن ثم أنا عضو في اللجنة ترحيل سوق الدواجين لم نجتمعوا مرة واحدة أو مرة واحدة لنقاش في المسألة أعودوا في غريب غريب جدا المشكلة تتبعوا المراقبة لم يكن عند مجلس مدينة الدربية لم يكن كذبوه وكنا متبعين وكنا متبعين وكنا متبعين وكنا متبعين وكنا متبعين وكنا متبعين الكاريتة التي وقعت في 5 جنوبي في 2021 لذلك المشاريع 187 إلى هذا 20% المشروع وهذا المشكلة أنه وقع أمام صاحب الجلالة يعني يجب أن هذا المشاريع كلها يجب أن السكان المدينة الدربية لأن توفرت جميع الاعتمادات المالية جميع البرامج مسطرة مصوبة داخلية خدمات على إنجاز الاتفاق يعني كان عندك حاجة واحدة حاجة واحدة الذي كانت عند الناس الذين يدبروا مدينة الدربية عندهم حاجة واحدة هو تتبعوا المراقبة الفحر المشاريع سيدنا للتمويل المركزي الدولة للقرض البنك الدولي سيغرق مدينة الدربية لسنوات محبرة الساكنة البيضاويين يعني أنت ما عندك توفرت لك جميع الأمور أنت تتبعوا وتتبعوا وتتبنى هذه المشاريع تتبنىهم رغم أنك أنت ما عندك علاقة بهم إذن في الشلطة ستتبعوا وفي المراقبة وكيف تتركب على الطبيسات بينما الطبيسات مدينة الرقوب الحاجة التي نعلم في المدينة الدربية هو أننا وعندنا الشجاعة أننا فسخنا مع المدينة للأسف لم أستخدم مع المدينة بلسالات انتهت العقدة من الفين وثلاثة إلى الفين وثمونتاش خمستاشر سهنة تاني أشدرتي المدينة الدربية لكي تجعل لأنه يكون المستثمريين يحاولون أنه في نواء تنبع للتنمية الاقتصادية لم يكن أجدرتي لم يفتح الباب وليس مدينة الدار بيضاء وليس مؤسسة الجامعات التي كانت 18 جامعة وهي لدي المشروع ويجب أن نركبوا عليه 18 جامعة رفعان تومف المحمدية لتدبره ويجب أن يكون 16 عضو 18 عضو لأن رؤساء الجامعات تعتبروا أوطوماتياً في القانون وهما أعضاء المكسب إذن لديك 16 من أهيئات سياسية أخرى ويجب أن تأتي على مقربة من الانتخابات ويخرجون كل مرة يخرجون نائب الرئيس ويجب أن تتكلمون عن النقل ويخطيونه على الفريحة الفيضانات ويجب أن تنمشون لماذا النقل؟ تمويله وتمويل مركزي لديك صندوق المواكبة للتجهز والنقل الذي أعطى 1.1 مليار الدرهم من أصل 1.4 بالنسبة تكسر من 95% عندك 0.3 ساهمت في الجهة الدربدة ساهمت في الجماعة الدربدة وساهمت في الجماعات 17 جماعة أخرى تحضير الملفات الأطور في الوزارة الداخلية هي التي وجدت هذه العقدة شركة أرزع أخذت الصفحة لأنها تبقيت بوحدها تبقيت بوحدها تتنافس لا يوجد أيضا يعني لا يوجد اليوم أن الدولة ساهمت بإمكانيات كبيرة حضرت لنا هي التي قامت الاتفاقية هي التي جلبت الشركة هي التي أعطيتها الفلوس هي التي قامت كل شيء هي التي قامت كل شيء ويجب اليوم يبدأوا أن أنك طبيسة تزوينين تضعوا في المدينة الدربدة نتمنى أن يجعلهم المواطنين في هذه الحالة بعض المواطنين يسامحوا بالله يعني هذه الممتلاكات ديالهم وأننا سيقل إليها بشكلين أو بآخر وأنجوليوما نتمنى واحد حاجة مديلناش قديزة 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 إلى هنا متتبع قناة انتباس برس نقول لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله ومع ضيف جديد بحول الله